الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فإن المرض نعمة من نعم الله تبارك وتعالى ينعم الله بها على من اشطفاهم من خلقه وجتباهم الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمه فيقول يا رب كيف استطعمتني فلم أطعمك وأنت رب العالمين أي أن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى كيف استطعمتني فلم أطعمك وأنت رب العالمين فيقول الله استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني فيقول يا رب كيف استسقيتني فلم أسقت وأنت رب العالمين فيقول الله استسقاق عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم مردت فلم تعدني فيقول يا رب كيف مرد ولم أعود وأنت رب العالمين أي أن هذه الأمور لا تجري عليك وإنما تجري على المخلوقات كيف مرد فلم أعود وأنت رب العالمين فيقول الله مرض عبدي فلان فلم تعد مرض عبدي فلان فلم تعد أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده انظر إلى الله تبارك وتعالى في أمر الإطعام وفي أمر الإسقاء يقول أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي أما علمت أنك لو سقيت لوجدت ذلك عندي وأما في المرض أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده فهي معية خاصة من الله تبارك وتعالى يصطفي بها الله تبارك وتعالى من اصطفاهم من خلقه فالمرض نعمة من عند الله تبارك وتعالى ينعم بها ربنا على بعض خلقه كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يصب منه وفي رواية وفي رواية من يرد الله به خيرا يصب منه أن يصبه الله تبارك وتعالى إذا أراد الله بالعبد الخير أصابه بالمرض ومفهوم منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا لم يرد بأحدا من خلقه خيرا لا يصبه الله تبارك وتعالى بالمرض كما هو في حديث البخاري في الأدب المفرد أمن أعرابي كما قال أبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم أحمر الوجه ذا صحة وعافية أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سائلا قائلا يا أخ العرب أما أخجتك أم ملدم قال وما أم ملدم يا رسول الله قال حر يضرب في العروق فيغلي منه الدمار يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحمى يعني أما أصبت بالحمى قط أما أخذتك أم ملدم قال وما أم ملدم يا رسول الله قال حر يضرب بالعروق فيغلي منه الدمار فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصبتني أم ملدم يا رسول الله أما صدعت قط قال وما الصداع يا رسول الله قال حر يضرب بالرأس فقال الأعرابي للنبي فقال الأعرابي للنبي ما صدعت قط يا رسول الله يعني أنا ما اشتكيت ألما في حياتي على الإطلاق فانصرف الرجل من أمام النبي لما انصرف قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر يعني فلينظر إلى هذا الرجل وهذا معنى حديث من نبي محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه أو من يرد الله به خيرا يصب منه في الرواية الثانية أن من لم يرد الله منه الخير لا يصبه الله تبارك وتعالى بالمرض على الإطلاق لذلك لم نسألم نبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقد صحح الله له جسده وأعطاه الله تبارك وتعالى العافية ولم يصبه في حياته قط بمرض قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر يعني فلينظر إلى ذلك الرجل جاءت مرأة كما هو في حديث أنس عند الإمام أحمد وصححه جاءت مرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لي بنت أريد أن أتربك بها يا رسول الله عندها فتاة ابنتها تريد أن تزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فظلت تعدد من محاسنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنها كذا وكذا فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكتفي المرأة بقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنها كما ابنتها بل ظلت تعدد من محاسنها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت المرأة عن ابنتها والله يا رسول الله ما صدعت قط وما اشتكت الألم قط فعندئذ توقف النبي صلى الله عليه وسلم وأشار للمرأة قائلا لحاجة لحاجة لنا في بنيتك لما وصلت إلى هذا الحد في المدح وفي السناء أن ابنتها لم يصبها الصداع ولم تشتك الألم يوما من الأيام ما أصابتها الحم وما أصابها الألم يوما من الأيام عندئذ يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للمرأة لحاجة لنا في بنيتك ويرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ابنتها لأنها ما صدعت قط وما اشتكت الحم قط وما أصابها الألم يوما من الده فيردها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لنا في بنيتك فالمرض نعمة من عند الله تبارك وتعالى يبتلي به الله من اصطفاه من خلقه وانظر إلى من اصطفاه الله جلت قدرته من عباده يا من ابتلاك الله بالمرض فأصابك الجزع والفزع يا من ابتلاك الله جلت قدرته بسلب المال فتسخت وتمرت على قضاء الله يا من ابتلاك الله جلت قدرته بفقد الولد فحزنت وعطرت على قضاء الله الله تبارك وتعالى يأتينا برسالة بنبي الله أيوب عليه السلام لما قال ربنا تبارك وتعالى فيه إِنَّا وَجَدِنَاهُ صَابِرَا نِعْمَ الْعَبُّ إِنَّهُ أَوَّاب رسالة لكل من ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمرض في جسده فقلبه الأطباء حتى لا تهلكه القرح في جسده وحتى لا يعفن جسده رسالة لكل مريض مبتلا بنبي الله تبارك وتعالى أيوب رسالة لكل من أخذ الله تبارك وتعالى منه حبيب من ولد أو من زوجة يأتي الله تبارك وتعالى برسالة بنبي الله تبارك وتعالى أيوب رسالة لكل من فقد ماله فأغفقره الله تبارك وتعالى بعد غناء وأذى الله الله تبارك وتعالى بعد عز فهو أمر يصعب على النفس فيأتي الله تبارك وتعالى بنبي الله أيوب عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليم وآتي لك الآن بمقارنة في أمر الابتلاء بنبي الله أيوب الذي صار نضرب المثل إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها ونبي الله محمد في قنة صبره صلى الله عليه وسلم أيوب عليه السلام يبتليه الله تبارك وتعالى بالمرض ويبتليه الله تبارك وتعالى بفقد الولد وكان له أربعة عشر سبع من الذكور وسبع من الإناث فيسلب الله تبارك وتعالى منه أبناؤه جميعا ولم يبق الله تبارك وتعالى له إلا زوجة واحدة تصبر معه في ابتلائه وتصبر عليه في الأذى الذي وقع عليه يبتليه الله تبارك وتعالى بالفقر بعد الغنى فقد سلب الله تبارك وتعالى منه ماله ولم يبق من له شيء حتى تضطر امرأته وهو أمر يصعب علم نفس جدا ويحزن المرأة جدا ويحذ في صدره حز السكين من الألم الذي يعانيه إذ فقد كل حبيب فعافه ونفر منه القريب والبعيد ولم يعد أحد يسأل عليه إلا رجلان من أصحابه كان يغدوان إليه فيقول أحدهما يوما لصاحبه إن نبي الله أيوب والله لقد ارتكب ذنبا لم يرتكبه أحد من العالمين فقال لصاحبه وماذا قال هو في هذا البلاء وفي هذا المرض منذ ثمانية عشر سنة ولم يعافه الله ولم يشفه الله ولم يرفع الله تبارك وتعالى عنه البلاء منذ ثمانية عشر سنة فما ذلك إلا بذنب أذنبه لم يرتكبه أحد من العالمين فلم يصبر هذا الصاحب أن أتى إلى نبي الله أيوب فأخبره بما قال صاحبه فيحزن نبي الله تبارك وتعالى فيقول والله ما أدري ما أقول لكم غير أمني قنت أذهب إلى السوق فأسمع الرجلان يحلف هذا ويحلف هذا فآتي إلى بيتي فأكفر عنهما مخافة أن يقسم بالله أن يقسم بالله أحدهما بربه كاذبا فأبر فأحنس فأكفر عنهما معا رضوان الله وعلى صلوات ربي وسلامه عليه ثم نفر منه القريب والبعيد ولم تبقى إلا امرأته حتى إن امرأته كانت تخدم في البيوت تذهب للبيوت لأنها هي التي تقوم على شأنه وتطعمه وتأتي له بالمال من أجل أن تطعمه ومن أجل أن تقوم على أمره حتى عفى حتى تُرِضَت من البيوت ونفر منها الناس بسبب مرض نبي الله زوجها حتى اضطرت امرأته حتى اضطرت امرأته أن تقص شعرها وتبيعه من أجل أن تأتي بطعام لنبي الله أيوب وانظر في هذا البلاء وقد اشتد ذلك عليه ويأتي الشيطان يمسه بمصب عذاب يأتي إليه الشيطان فيوسوس إليه وهو نبي الله معصوم كما وسوس من قبل لنبي الله آدم في الجنة فأخرجه من الجنة يأتي الشيطان فيوسوس له يقول له لو كان لك عند الله ما قام ما تركك في هذا البلاء العظيم لو كان لك عند ربك شأ ما أصابك بهذا المرض حتى ينفر منك القريب والبعيد فيقول إني مسني الشيطان بنصب وعذاب فهو في هذا البلاء العظيم حتى لا يستطيع أن يقضي حاجته واذبر إلى هذا البلاء رجل كان غنيا تريا غني بالمال فيفقد كل مال غني بالولد فيموت كل أبناء غني بالصحة والعافية فتذهب صحته وعافيته ويأتيه المرض 18 عاماً ناخد اتصال ألو أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا على طول تعبانة يعني أطلع من حاجة أخش بحاجة فكل اللي يقول لي يقول لي شوفي يمكن يمكن أنت عليكي ندرة أو حاجة قلت لهم لا أنا ما عليش ندرة ولا حاجة فأنا على طول تعبانة شوية وطني أنا شايلة شايلة المرارة فأنا مش عارفة هو ربنا بيعقبني يعني أننا على طول تعبانة كده ولا إيه ولا أعمل حاجة ولا إيه طيب ده أسألك آه طيب اتضالي أنا أجيب حضرتك ناشي شكر أنت دايماً على طول تعبانة هذه نعمة من عند الله تبارك وتعالى ليس عقاب أنت بتقول لي ربنا بيعقبني أو ليه هذا ليس عقاب لك مكانه عند الله يا من ابتليت بالمرض فتظل تدعو الله لك ولا يستجيب الله لك لعل المريض يدعو الله تبارك وتعالى أعواماً مديدة ولا يستجيب الله تبارك وتعالى له نقول له لك مكانه ولك منزله في الجنة لا تبلغها بعملك لا بصلاتك ولا بصيامك ولا بصدقتك لك منزله ولك مكانه لا تنالها لا تصل إليها إلا بهذا المرض لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما يزال يبتل العب بالمرض حتى يصبح ولا خطيئة عليه فإن الله تبارك وتعالى إذا نبتلاك فهذه نعمة إن رضيتي فلقي الرضا من الله تبارك وتعالى وإن كان الصخ فالصخط على من أخط على قضاء الله تبارك وتعالى وعلى قدره فالمرض نعمة نعمة لا نقمة المرض نعمة لا نقمة المرض ثواب وجزاء وعطية من عند رب البرية وليس ابتلاء وليس بلاء من الله تبارك وتعالى إلا إذا اعترض المرض إلا إذا لم يصبر المرض وتسخط على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره والعلى أختنا السائلة الحلقة جميعها إجابة على سؤالها نحن في الحلقة جميعها نجيب على سؤالها نأخذ التصالي الأخر السلام عليكم وعليكم السلام ومهارة الله وبركاته إذا سمحت يا فضيلة الشيخ طبعا دلوقتي أي حدي يتعب يا فضيلة الشيخ دايما يكسر الشكوى لكل اللي حواليه أي حدي يسأله عن أحواله يشتكي يشتكي وشكوته فيها اهطرات صازية ممكن يا حضرة الشيخ يعني الشخص اللي ربناك ترى يمتعب أنا نفسي جسدي أو تعب في أي أمور الحياة مش شرط الصحة ممكن التعب يا فضيلة الشيخ عند أولادنا أزواجنا في الأموال في أي حاجة موظم أن ننسي يا فضيلة الشيخ طبعا نفسي أسمع منها الأول قولي الحمد لله وبعد كده اشتكيلي وقولها نتعبانا وأنا وأنا موظم أن ننسي يا فضيلة الشيخ وقضى أن الشكوى ديت أن لا ده كده افطراء قوي وافطراء على ربنا حضرتك عوزانا نوجه رسالة لمن يشكو لغير الله صعب تسأل أي حد عامل إيه أحوالك تعبان وتعبان وتعبان يعني يرفض الأول أن يقول الحمد لله أنا عندي حاجات كويسة والحمد للربنا أنعم عليها بحاجات بس أنا لو في حاجة تعباني لا كل الناس بقى تعبانة وبعظة من الناس اللي إحنا بنقولهم إحنا تعبانين يفتكرهم إن ده عشان أنت عملك وحيش عشان أنت ما بتتصدقش عشان أنت نيتك مش سليمة فأنت تعبان حتى الناس اللي يعني اللي هم مش تعبانين بقى يبصوا لأناس التعبانين إن هم يعني طريقتهم في الحياة مش صح تمام تمام أجوب حضرتك اتفضلي دايما مش هنقول دائما بعض الناس أو أغلب الناس يشكو لغير الله أو يشكو الله لخلقه نقول لهم ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم للذي لا يرحمه إذا شكوت إلى الإنسان فإنما أنت تشكو الله الله تبارك وتعالى إذا ابتلاك يريد الله أن يسمع صوتك إذا ابتلاك الله يريد منك أن تسأله لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن طرقت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب إذا مرط إذا مرط تطرق أبواب الطبيب وهذا مطلوب شرعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخير أحذق الطبيبين يعني أفضل الطبيبين هذا مطلب شرعي لا نقول لا تذهب إلى الطبيب ولكن قبل أن تذهب إلى الطبيب اذهب إلى الله سل الله قبل أن تسأل الطبيب سل الله كما قال نبي الله وخليل الله وإذا مرط فهو يشفي فهو لا يسأل الشفاء من غير لا لا يسأل طبيب ولا غير طبيب ولا يسأل الشفاء إلا من الله تبارك وتعالى نحن نتكلم عن نبي الله تبارك وتعالى أيوب ظل في البلاء وأنواع البلاء كلها أنواع الابتلاء كلها قد أتت إليه وحلت عليه لنقول بلاء لأن نبي الله مرتكب زم وإنما هو ابتلاء من أجل أن يرفعه الله تبارك وتعالى درجات ثمانية عشر عاما مبتلا في جسده لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بمساعدة امرأته مات أربعة عشر ولد من أبنائه ماتوا جميعا ولم يبق الله له ولد فقد كل ماله وقد كان غنيا ماذا صنع نبي الله ثمانية عشر وهو في هذا الابتلاء ما شكى لأحد من الخلق بل ما شكى لله يستحيي حتى من الله انظر إلى الأدب حتى مع الله بعد تمنتاشر سنة بعد تمنتاشر سنة لما حز في نفسه حز السكين أن يباع شعر أن تقص امرأته شعرها وتبيعه من أجل أن تأتي إليه بطعام وهو عاجز لا يملك من أمر نفسه شيء ماذا فعل ذهبت به امرأته من أجل أن يقضي حاجته ماذا صنع ما قال إلا كلا انظر وأيوب إذ نادى ربه نادى يعني دع معنى نداء العبد للرب أي الدعاء المقصود به الدعاء وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين انظر لم يقل أهلك ندر وهو سمانية عشر عاما لم يقل أقعادني المرض وإنما قال وهو يستحي ويتأدى من الله مسني انظر لما شيء يمس مس يعني أمر يسير أصاب الجسم مس أمني مسني ما قال أهلكني ولا أقعدني ولا شللت بسبب ولا عجزت وإنما قال مسني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كأنه يقول لربه يا رب إن كان أنت أرحم الراحمين فإن كان من كمال رحمتك إن كان من كمال رحمتك أن أبقى في هذا الضر فأبقني يا الله وأنا راب وإن لم يكن من كمال رحمتك أن أبقى فارفع عني يا الله هذا معنى دعائه هو لا يطلب من الله أن يرفع عنه وإنما يقول له مسني ما قال أصابني ولا أهلكني ولا أقعدني ولا شلني وإنما مسني أمر يسير وهذا من كمال رحمتي وإن كان من كمال ومن تمام رحمتك يا الله أن أبقى في هذا الضر فأنا راب مستسلم لقضائق يا الله فما كانت النتيجة ما دعا غير الله وما اشتكى لأحد من خلق الله وإنما صبر على قضاء الله فيه ولم يعترض ثمانية عشر عاما فكانت النتيجة أن قال الله له بعدما طرقتهم رأته من أجل قضاء حاجتك أرقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اضرب برجلك ارقب حرك الأرض برجلك فانفجرت عين اغتسل منها فيذهب عنك ضرنك الخارجي الأذى الذي في جسدك مغتسل وهو بارد وشراب أي ماء عذ مسل يأتيك وعادة المرء لا يستشعر معنى النعمة لا يستشعرها إلا إذا افتقدها أنت لا تستشعر معنى الطعام ولذة إلا بعد الجوع حتى ولو كانت قصرة لا تستشعر معنى الصحة ونعمة الصحة إلا إذا افتقدتها وعادت إلي لا تعرف معنى هذه اليد إلا إذا شلت لا تعرف قيمة عينين فهيك عينان لا تستشعر أنت لا تحس أمن بك عينين أنت لا تستشعر أن بداخلك كبد ينقي عنك سمومك وأضرانك في جسدك لا تستشعر أنه بداخلك إلا إذا عطب إلا إذا مرض فكذلك أعضاء الجسد جميع لا يستشعرها المرء إلا إذا افتقدها أو أصابها العطب أصابها المرض يستشعرها ويعرف قيمتها ويعرف مدى نعم الله تبارك وتعالى عليه إرقب برجلك هذا مغتسل اغتسل بارد وشرب اغتسل من يذهب عنك ضرنك الخارجي أذاك الخارجي وشرب فيذهب ضرنك الداخلي أي الأعضاء التي فسدت في جسدك من الداخل إذا ما شرب بارد فشرب اغتسل وشرب فعاد في صحة وعافية وفي تمام العافية فقام عائدا فلقيت امرأته فقالت له يا هذا أما رأيت نبي الله أيوب المبتلى فوالله ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان في عافية يعني أنا ما شفت شواحد شبه قريب الشبه بنبي الله أيوب زي قبل أن يمر فقال لها أنا نبي الله أيوب وقد رفع الله تبارك وتعالى عمني الأذى وعافاني النتيجة عافاه الله تبارك وتعالى بعد ثمانية عشر عام لم نصبر على ابتلاء الله تبارك وتعالى ثم رد الله تبارك وتعالى إليه أبناءه ومثلهم معهم يعني ثمانية وعشرين من الولد ورد الله تبارك وتعالى عليه ماله وكان له بيضران أي جرنام فأمر الله السماء أن تنطر في جرنم في بيضر ذهبا وفي وفي الآخر فضة وأغناه الله تبارك وتعالى ناخد تصلاة في هلو أنها مريضة تبارك من قل الله له إلا رجلان كبيرة يرتكبها المعافى في حق من اكتليه قد يرتكبها الولد في حق أبيه إذا ما كبر واحتاج إليه قد ترتكبها البن البن في حق أبويها إذا ما كبر واحتاج واحتاج إليها يرتكبها الصديق هذه الجريمة يرتكبها الصديق في حق صديقه إذا ماحتاج إليه ولا يعوده فرسالة نوجها للأصحاء اذهبوا إلى المرضى وعودوا إلى المرضى فالمريض فالمريض يزداد همه ويزداد غمه ويزداد ابتلاؤه إذا لم يجد من يسأل عليه إذا لم يجد من يعوده إذا لم يجد من يزوره إذا لم يجد من يصبره هذا بلاء وهذا ابتلاء فوق مرض فوق مرضه أن يكون المريض لا يجد من يسأل عنه فهذا جر كبير يرتكبه الأصحاء في حق المرضى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعود المرضى ليست عيادة المرضى لمن عرفت فقط بل عود من عرف ومن لم تعرف اذهب وزور المريض الذي عرفته تعرفه ومن لا تعرفه حتى حتى تستشعر نعمة ربك تبارك وتعالى عليك بما أنت فيه من صحة وعافية وحتى تأخذ أجر عيادة المريض فهذا أمر أمرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يداوم عليه ويعود المرضى بأبي وأمنه صلى الله عليه وسلم المرض ليس نقمة المرض ليس عقاب من الله تبارك وتعالى المرض ثواب وجزاء وعطاء من عند الله تبارك وتعالى لذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمرض يدخل عليه ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يشتك الحم ولا يشك إلا لله فيقول ابن مسعود لما رأى أثرها على النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر قال يا رسول الله إنك لتوعك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم يعني يصيبني من الألم كما يصيب الرجلان منكم يعني أنا يأتي علي الألم ضاع إني لأوعك كما يوعق الرجلان منكم فقال له يا رسول الله أذلك لأن لك أجرين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كذلك لأبي وأمي وصلى الله عليه وسلم حتى في ألمه كان يأتيه الألم مضاع في ابتلائه يبتليه الله بالابتلاء مضاع يا من أصبت في جسدك نبيك صلى الله عليه وسلم قد أصابته جميع الأمراض وما اشتكى إلا لله معنا اتصال هاتفي ألو 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 أبتل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والله نعمت المرض الحمد لله نعمت المرض كل حال ولا المثل مبتلأ كل يعني ألو أيوة فضالي ربنا إذا حد عبد نبتلاء نعم الحمد لله عن عمت المرض والله الحمد لله الحمد لله إذا سؤال حضرتك شكرا طيب إذا ابتلاك الله بالمرض فانظر إلى حال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يمرض حتى في سكرات الموت تقول عائشة رضوان الله عليها أمنا أم المؤمنين والله لا أغبط والله لا أغبط يعني لا أحسد أحدا بعد ذلك لم يعاني في السكرات يعني لم يتألم ولم يصب بالمرض بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعاني فكان يضع فكان يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على حجري أمنا عائشة ويقول لها وارأسا وهي تقول له بل أنا يا رسول الله وارأسا وهو يقول لها بل أنا يا عائشة وارأسا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ألما شديدا فإن أصابك الله يا أيها المبتلى بالمرض فلك في نبي الله أسوى وإن ابتليت بفقد أمك فلك في نبي الله تبارك وتعالى أسوى لقد ابتل الله جلت قدرته النبي بموت أمه وهو في السادسة من عمره يا من ابتلاك الله بفقد الأب فلك في النبي أسوى مات أبوه وهو حمل في بطن أمه يا من ابتلاك الله بالجبد الذي يرعاك بعد موت الأبوين فلك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوى مات جبده وهو في بداية الثانية عشرة من عمره يا من ابتلاك الله تبارك وتعالى بموت الزوجة والحبيبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت زوجه وحبه ومن كانت تواسيه صلى الله عليه وسلم يا من ابتلاك الله بموت النصير والمعين فقد ابتل الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بموت عمه الذي كان ينصره ويدافع فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبر الصابرين بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم ولا يشتكي لأحد صلى الله عليه وسلم نأخذ اتصال هاتفي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أهلوك الله وردك لو سمحت يا شيخ عايزك تدعيلي أنا وبنتي ربنا يشفينا وإصلحنا الله يرضى عليك أنت مريضة أنا وبنتي عايزك تدعينا تب أن أقول لك على حاجة أنت وبنتك أه أنا أحوج إلى الدعاء منك أنت وبنتك هقول لك ليه بس هندعيلك حاضر وندعو لك بظار الغيب إن شاء الله ندعيلك وندعيلك أنت وبنتك بظار الغيب الله يصلح حالك يا شيخ يا رب بس إحنا أحوج إلى الدعاء منك هقول لك أنت مريضة أه أنت مريضة وبنتي مريضة برضو عندها 11 سنة قولي الحمد لله الحمد لله وربيض بقضاء الله الحمد لله وربيض بقضاء الله قريب منك والله معك لك معي أنت وابنتك معي خاصة اللهم على الخلق أجمعين معي عامة مع الناس كلها كلها دي معي عامة في حاجة اسمها معي خاصة في ناس اختصهم أنت منهم وبنتك منهم الله معك لذلك قال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم مرض فلم تعودني فيقول العبد لربه يا رب كيف أعودك يعني كيف أزورك وأنت رب العالمين فيقول الله مرض عبي فلان فلم تعود فما علمت أنك لو عدته لو زرت لوجدتني عنده فالله مع المريض معي خاصة من الله تبارك وتعالى المريض أقرب الخلق إلى الله المريض الله قريب منه بل الله معه المريض الله تبارك وتعالى قريب منه والله تبارك وتعالى يستجيب له وإن أخر الله الدعاء إن أخر الله الاستجابة لا تستطر لعلك لك مكانة عند الله بل المريض له مكانة عند الله إذا بلغها له منزلة عند الله إذا وصل إليها له مكانة في الجنة إذا وصل إليها استجاب الله له دعاءه وعافى كما كانت مكانة لنبي الله أيوب نبي الله أيوب لا يصل إلى هذه المكانة لا بصلاة ولا بزكاة ولا حتى بدعوة إلى دين الله لا يصل إليها إلا بهذا المرض فابتلاه الله به لك مكانة عند الله لا تصل إلى هذه المكانة ولا تصل إلى هذه المنزلة إلا إذا ابتلاك الله بهذا المرض فإذا ما وصل المرء إلى المكانة التي أرادها الله منه شفاه وعافى لذلك الله تبارك وتعالى يبتليه بفقد ولد إذا ابتلاك الله بمرض أو بفقد ولد أو بمال فانظر إلى نبي الله أيوب ابتلاه الله لا بولد المرض إذا فقد له ولد يتجزع ويتسخط على قضاء الله أما وجدت غيره فتأخذه تركت ابن فلان وفلان وفلان وأخذت ولدي لما؟ وكأنه يعترض بل يعترض على الله وهو ولد وقد أعطاه الله كثير أقول لك قصة عروة ابن الزبير لكل مريض لكل مبتلى عروة ابن الزبير كان ولده يسير بل كان هو تمشت في رجله بداية الغرغرينة والغرغرينة إذا ما تمشت في الجسد في العض في أي عض لابد من بتر إلى يومنا هذا مريض السكر تتمشى فيه الغرغرينة لابد من البتر لابد من القاتل وإن طرك يصل إلى العضو الذي بعده حتى يهلك الجسم جميعاً إلى يومنا هذا ليس لها علاج أصابته الغرغرينة زي السكر فتمشت في قدمه فقال له الأطباء لابد من بترها قال لا قالوا إذن تكون قاتلاً لنفسك قال إذن افعلوا ما بدى لكم قالوا نعطيك مرقداً شيء زي البنك قال لهم لا أنا هدخل الصلاة هدخل صلي إذا كنت في صلاتي مددت قدمي أمامي فإذا ما كانت قدمي وأنا في الصلاة افعلوا ما بدى لكم دخل في الصلاة واستحضر هيبة الله وهو في الصلاة وجاءوا بالشطور مثل شطور الجزار زي سكمت الجزار اليوم ما كان في شيء فيه مشرة ولا بتأمر بدائية هذا في عهد الخير البري بشطور مثل شطور الجزار اليوم فضرب برب واحدة ففصلت قدمه عن جسده ثم وضعت قدمه في الزيت المغلي حتى يستوقف النزير حتى يتوقف النزير فغشي عليه لما أفاق ماذا قال عروة ابن الزبي قال الحمد لله انظر بترت قطعت قدمه وهو في الصلاة صبر قال الحمد لله اللهم إن كنت قد ابتليت في عض فقد عافيت في أعضاء ابتلتني في قدم عافيتني في أعضاء كتير اللهم إن كنت قد ابتليت في عض فقد عافيت في أعضاء وهو على هذه الحالة أتاه من يقول له يا عروة إن ابنك الأكبر وكان يحبه كان يمر يسير فوق سور استبل أمير المؤمنين فوقع وقع من فوق السور فوقصته الناقة فضقت عنقه فمات ابنك كان فيه السور وقع لما وقع الناقة جت عليه بقدمه فوق رأسه فوق رأبته دقت عنقه فمات فقال الحمد لله اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبنك انظر إلى الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى إلى الصبر وإلى استشعار نعم الله تبارك وتعالى عليه إن كنت قد ابتليت في عض فقد عافيت في أعضاء إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء لما لم نستشعر هذه المعاني إن أصبت في يد فقد عافاك الله طالما عافاك طالما عافاك وأنت منعم إن كان لك لسان بالله ذاكر هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه إن ابتليت بالمرض فهو منا من الله تبارك وتعالى وتفضل عليه من أجل أن يخفف الله تبارك وتعالى عنك جنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من هم ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها الرجل الشوكة الشوكة يشاكها الرجل إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه بها من خطاياه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشعروا نعم الله تبارك وتعالى عليكم ولا تعطردوا على قضاء الله وكونوا دائما وأبدا حامدين شاكرين لقضاء الله رب العالمين حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنه فمن رضي فله الرضا ومن صخط فله السخط وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي كل مبتلى وأن يشفي كل مريض إنه ولي ذلك والقادر عليه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة